ترجمة نانسي قنقر ناجه بمتنوع الوظائف داخل مؤسسات القطاع الخاص 23 سنة وما يزال مكتب خدمات التوظيف التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية يؤدي دوره الوطني المتمحوري حول تحقيق معالم التنمية المنشودة للعمالة الوطنية عبر تطوير الخدمات المقدمة إليها في مجال توفير فرص العمل المناسبة لها وإدماجها بمختلف الوظائف داخل مؤسسات القطاع الخاص والبرنامج الوطني للتوظيف يأتي كمعاون له في إتمام عملية المواءمة الفعلية التي يمضي دائما مكتب خدمات التوظيف لأن يضعها بعين الاعتبار داخل دائرة يحتوي نصفها الأول على نوعية فرص العمل المعروضة في القطاع الخاص ليأتي النصف الآخر مبينا أعداد الباحثين عن عمل تسجيل الباحثين عن عمل وكذلك التقييم التقييم هو التعرف على قدراتهم ورقباتهم وكذلك الإرشاد والتوجيه هو توصيل المعلومات الأتيت وأهل البحث عن عمل له القدرة في الدخول في سوق العمل من خلال إعداد السيرة الذاتية تعرف على مهاراته وقدراته وتوجيهه كيف يحظر إلى هذه المقابلات والدخول إلى سوق العمل كذلك توجيهه إلى التدريب المناسب من خلال أكثر من 500 برنامج تدريب موجود بالتعاون مع تمكين موجودة في وزارة العمل نقوم بإدراج جميع الباحثين عن عمل في التسجيل لها والاستفادة من هذه البرامج وكذلك نقوم بالترشيحة إلى وظيفة تناسب مع قدراته محاور أساسية تدور حول عملية توظيف المنشغلين في بناء مستقبلهم الذي يريدونه متلالئا كتلك التي تشمل خدمات التوظيف وأخلاقيات العمل وإعداد السيرة الذاتية وصولا إلى اجتياز مقابلة التوظيف للاستعداد للمرحلة العملية التي تليها عقب التسجيل المباشرة يعطونه موعد إلى التمهيني له برنامج مالأرشار بالتوجيه الخاص بالباحثين عن العمل الذي يقدم إليهم وبناء عليه في بطاقة مراجعة تنعطى تدخل فيها على أساس أنه أول مقابلة راح يقابلها للمرشد ينعطى على أساس يتشوف له الوظائف الملائمة التي تتناسب مع مؤهلاته وخبراته عقب ما يخلص من دي الإجراءات يدخل على المرشد راح يسوي الماتش المرشد يتشوف مثلا المؤهل مال الباحث عن عمل وبناء عليه في السيستم راح يطلع لكل الشواغر التي تتناسب مع المؤهل والتخصص وتم ترجحها للوظائف بعدما يتم الاتصال بالشركات وتأكد أن الوظيفة لازالت شاغرة مكتب خدمات التوظيف متكئا على سموب الرسالة النبيلة التي يحملها البرنامج الوطني للتوظيف يحرص كل الحرص على التنصيق الدائم مع إدارات الموارد البشرية في المؤسسات الأهلية بهدف تزويد الباحثين عن عمل بالمهارات اللازمة لمختلف الوظائف التي تطلبها القطاع الخاص تسجيل فتقييم وإرشاد فتدريب لغايات التوظيف فتثبيت وإشارة باكتمال الشروط وتوفرها في من وقع الاختيار عليه من أجل حصولي على شاغر وظيفيا تضمحل معه الوخاوف في امتلاك الوظيفة التي كد وتعب من أجلها والبرنامج الوطني للتوظيف هو الإجابة الشافية لكل باحث عن عمل لتلفزيون البحرين محمد رشدت